خليني أقول لكم طبعاً إحنا بنبقى سعداء جداً في التساعة لما يكون عندنا موهبة حلوة وبالذات يمكن تساعة، تلفزيون المصري، ستوديو عشرة اللي شاهد كل المواهب اللي بتستمتعوا بيها على كل الشاشات بتتفرجوا على نجوم كبار كمان لما بيكون عندنا مواهب أثبتت نفسها سنة واثنين وثلاثة وأعمال مختلفة وتطور في الشخصية بشكل كبير وبييجي رمضان دايماً يأكد على المواهب دي حتى لو كان لهم تاريخ رمضان كده ليه بريقه معايا دلوقتي يعني سأقول ابن الوز عوام عوام ده أكيد لكن هو أثبت موهبته مش عشان هو ابن الوز هو أثبت موهبته من أدوار كتير مختلفة وقدر دلوقتي هو يقول أنا ده يعني وجودي أنا محمد أحمد ماهر ومش محتاج خالص غير إني أكون بإسمي ده وبقدم موهبتي سعيدة بوجوده وفرصة أشوف التمرد اللي هو عامله الشديد في رمضان ونتكلم معاه ما كانش فيه وقت يكون موجود في رمضان لكن دلوقتي جي وقته بي شرفنا محمد أحمد ماهر مساء الخير يا محمد مساء النور يعني عامل حالة من التمرد كده كنت جامدة في رمضان شوية آه طيب نبدأ من حق عرب ماشي نبدأ من حق عرب حق عرب بالنسبالك يعني لما تعرض عليك الدور ده حسيت إن ده فيه حالة جديدة بالنسبالك بص هو الدور ما عملتوش قبل كده آه الورق لما قريته ورق حلو جدا للمؤلف محمود حمدان آه الأستاذ اسماعيل فاروق وهو قاعدين بنتكلم بيشرح لي الدور لسه في الأول في الحلقة السابعة أو التامنة قلت له خلاص أنا مضيت ما تكملش التسلسل الأحداث حلقة ورا حلقة ورا حلقة آه بتشد الجمهور بتشد المشاهد يعني تحس إنك عايز تتفرج على المستوصلة كله فيهم واحد من كترمة والأحداث السخنة جدا مفهاش ملل مفهاش مط فالشخصية استفزتني لو أنا متفرج الشخصية دي هتستفزيني جدا فقلت لازم أخوض التحدي ده لأنه هبقى مستفز جدا لمشاعر المشاهد وجودك قدام نجم زي العوادي هو كمان أكشن وجامد وأو مرات تشتغل معي؟ احنا صعب من زمان بس أول مرة نلتقي أول مرة تلتقي كنت حاسس إنه برضو لما نجم الشاب وبيعمل بطولات قوية وجديدة إن دي فرصة بتبقى يعني فيها تحدي من نوع جديد؟ هو عاودي ما شاء الله عنده قاعدة جمهارية جبيرة جدا ناس بتحبه جدا بيستنوه يعني بيستنوه العمل اللي جاي واللي جاي واللي جاي تفرجت له على فيلم الإسكندراني لأستاذ خالد يوسف فيلم هايل جدا جدا والفيلم كان قبل رمضان على طول كان قبل المسلسل على طول صحيح فشفت اجتهاده في العمل ده اهتمامه بأدقة تفاصيل كنا معزوين على العرض الخاصة أنا والمخرج مخرج حق العرب أستاذ مالفاروق فخرجنا يعني عندنا حماسة كبيرة جدا إن إحنا نأكد عن نجاح ده فنعمل إحنا كمان نجاح كبير ما خفتش بقى من رأي جمهور التمرد اللي كنت فيه في المسلسل يكرهوك يتضايقوا منك لا هم هيكرهوه الشخصية مش هيكرهوه ده يعني الناس بتتفرج على العمل الناس اللي في مصر دلوقتي الناس كبت قولك إيه بقى الناس عندها وعي كبير جدا دلوقتي طبعا عارفين يفصلوا ما بين الشخصية الحقيقية وما بين الشخصية الدرامية بالعكس الناس بتقابيني في الشارع مبسوطة جدا وحبت دور جدا وحب العمل كله يعني يتحس إنه هو عمل نسبة مشاهدات عالية جدا جدا ولاي القوي لما ممكن قابل واحد ممكن يكون ما تفرجش يعني بل أغلبية العظمة كانوا بيقولونك إيه خف شوية بالراحة لا كانت تعليقات المصريين اللطيفة بقى يعني مرة كنت مش عارف كنت خارج من التوكيل والحق كده فالراجل اللي هما بيبقى على البوابات قال لك أنت عايز نفتح لك الباب وانت عامل نايبة مع عمك مبارح مثلا يعني الناس بتتعطف جدا ايوة وبتصدق أحيانا جوان الناس لزيزة بتصدق وبتعيش خصة جدا ايوة وبتحس إنها دخلت في الأحداث يعني الناس بتحس إنها واحد من العمل ايوة بتشوفنا في سهف العمل